فريرا ماشي بشكل زي الفل مع الزمالك ماشي بأداء جيد بنتائج جيدة فوز بكاس مصر على واش يفوز بالدوري النهاردة بيكسب في كاس مصر الجديد أو الجديد يعني هي اللعبطة دي اللي احنا بنعملها دايما ففريرا مستقر معنات الزمالي فيش أي حاجة طيب اكيد يا فترة استقرار انا بس عايز اعقب على كلام هانف في قصة سوارش وبما انك كلمنا عن فريرا فريرا كان من 10 شهر والزبطة كريم قريب جدا 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 من النادي الاهلي خلال تواجد موسيماني بعد تحقيق موسيماني بتوطين افريكا للنادي الاهلي لا واحدة واحدة كل مرة تديني واحدة كده في الساقل بريلا كان قريبا من النادي الاهلي من 10 شهر كان كل حاجة خلصانة معي خلص انا بقولك اهو ده يعني الكلام ده كان مصدر مقرب جدا جدا من الراجل في مصر كنت بتكلم انا هو هو اللي نقل الخبر لدرجة ان الراجل اتصل سأل على مركة لبس الاهلي الاهلي موقفه ايه ومستوى ايه والدنيا ايه الملعب عامل ايه في مصر سأل على الفندق اللي كان بيقعد فيه واحد الفنادق القريب يعني من هنا فكان كل حاجة خلصت لكن وقتها الاهلي اللي تراجع عشان موسيماني خلاص نكمل وبتاعه موسيماني استمر لحد ايه من شهرين 3 فتو لكن انا بأكد لك من 10 شهور موسيماني فريرا كان قريب جدا من النادي الاهلي وكان الاتفاق تم قبل تراجع الاهلي يعني دلوقتي كان ممكن يبقى فريرا هو اللي كان كان طبعا طبعا في الوقت الحالي كان ممكن لو الاهلي خد قرار رحيل موسيماني بدري شوية يعني نتكلم مثلا 4-5 شهور كان ممكن فريرا يكون هو مدير فني النادي الاهلي وكان زمانه اكيد مستمر يعني مدير فني كبير وانحنا شايفين بصماته على عكس اي مدرب تاني بصماته مزهرة زي ما فريرا بصماته زهرت مع الزمالك عشر اعلق بس عشر تشهر دي تقريبا بتتكلم في الفترة اللي خسر فيها موسيماني الدوري وكاس السوبر امام طلاعي الجيش والفترة دي كان كل الاعلام تحديدا شايف ان موسيماني ما بيقدمش اي جمل فنية او تكتكاه مع النادي الاهلي وبيكسب بقوة الدفع الجمهور وقوة العناصر اللي عنده الاسكواد اقوى من اي فريق بيقابله خان ساعتها بتطلع علينا الاعلام الاهلاوي او الاعلام اللي مساند للنادي الاهلي يقولك انت عايزين انت ماشي موسيماني ادارة النادي الاهلي نفسها ايه فكرت في التعاقد مع بديل موسيماني ده دليل ان هما ما كانوش مقتنعين به وانه هو كمل لانه كان بيكسب مش كمل عشان هو مدير فني كويس